كل السلام حضراتكم طيبين وربنا يعيد الأيام الجميلة دي بخير وبركة وشفاعة الملاك العظيم خايل تكون معنا النهاردة الكنيسة بتحتفل باستشهاد اتنين من القدسين يمكن اسمهم او هماش معروفين اوي لينا ابونا اسمه ابونا ماكسي لسه كان قدسابونة سويرس بيتكلم عنه وفيه بنت اسمها دبامون وقعدوا يشرحوا ايه اللي بيحصل من عزبات وقلام وقزة بينال من هؤلاء القدسين والشهداء اللي للأسف مروا بقلام وقزة جديد جدا من قبل الوثانيين وعشان الكنيسة عرفة ان احنا ممكن نخاف او نقلق او نضطرب من الاوقات الشبيهة بهذه الحوادث حد ممكن يتعرض لهذا النوع من الازى او ازى مماثل فراحت الكنيسة النهاردة في كل القراءات لهذا اليوم المبارك عمالت قولنا على فم المسيح طبعا من خلال الانجيل المقدس رسائل في غاية الاهمية يعني تلاقي مبارح في عشية اللي كان حضر عشية تلاقي المسيح بيقولنا كده فلا تخافوهم يعني ما تخافوهمش مين دول اللي الناس اللي بتقدم اي نوع من انواع الازى ويكمل بعد كده برضو في انجيل عشية يقولك لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها طب نخاف من ايه يقولك بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كلاهما في جهنم ويكمل كمان عشية مبارح يقولك كده اما انتم او حتى كمان موجودة في الاداس اما انتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة فلا تخافوا انتم افضل من عصفير كثيرة النهاردة في الاداس يقول وقبل هذا كله يكون ايديهم عليكم ويطردونكم ويسلمونكم الى مجامع شوفوا خدوا قبلكم من الكلام وسجون وتساقون لاجل اسمي امام ملوك وولاة ويكمل بعد كده ويقول ولكن دي اللي احنا لسه سمعنا في الانجيل المقدس ولكن شعر من رؤوسكم لا تهلك ربنا يسوع النهاردة بيطمننا وبيقول لنا ما تخافوش من اي نوع من انواع الاذا من اي نوع من انواع الاذا وخصوصا وده هو اللي يقصده الاذا الخارجي لان الاذا الداخلي هو ده اللي فعلا يكون اذا اما الاذا الخارجي ده يعني مجرد شيء وقتي وما هواش بالمعنى الحقيقي للاذا الاذا الحقيقي هو الانسان للأسف يبعد عن المسيح وتكون النتيجة كارثية بعد كده انه يبعد كمان عن الابدية القديس يوحانا زهبية الفم عايزكم تحفظوا بقى هذا القول ان هو ده المفتاح بتاعنا النهاردة يقول قول جميل جدا القول ده بيقول ايه اسمعوا كده وحاولوا تحفظوا معايا يقول لا يستطيع احد ان يؤذيك ما لم تؤذي انت نفسك اقوله تاني لا يستطيع احد ان يؤذي الانسان ما لم يؤذي هذا الانسان نفسه يعني عاوز يقول اي اذا من الخارج ما تعتبروش اذا بينما الاذا الحقيقي هو اللي يجي من داخلك اصعب عدو للانسان هو نفسه برافو اصعب عدو للانسان هو نفسه وفي الحقيقة هموما عندنا قانون اسمه قانون الاذا ده قانون في الطبيعة موجود يعني لو قلتلكم ايه اللي بيأذي الحديد يا صح صحوا معايا كده ايه اللي بيأذي الحديد الصدا برافو ايه اللي بيأذي الخشب السوس والمية ممكن تأذي الخشب اه لو قلتلكم مثلا ايه اللي يأذي قطيع الخراف الزئاب تمام الاكل كمان يأذي التعفن والنباتات تأذيها اددان والتكنولوجيا ممكن او الاجهزة الكهربائية ممكن تأذيها الكهرباء العالية فده قانون طبيعي في الحياة اسمه قانون الاذا لكل شيء ما يؤذي ويفسط خواصه ويفسط صلاحيته او صلاحه طب قولي بقى النهاردة ايه اللي يأذي الانسان اللي يأذي الانسان احنا ممكن نظن اللي يأذينا هو على سبيل المثال الامراض حد يجي يقول ان الامراض هي دي اللي تأذينا هي دي اللي تأذي الانسانية او حد يقول الفقر الفقر بيأذيني او اخر يقول مثلا الفقدان الممتلكات حد حرامي دخل عليه نهبه فرح قالك ده نتأذيت قزية صعبة جدا ايه اللي حصل لك قالك اتسرقت الممتلكات بتاعتي فقدت واحد تاني يقول لك انا اتعرضت الاضطهاد شديد واحد تالت يقول لك انا اتعرضت لمضايقات بسبب جنسي وكل بقى انواع هذه الازى او الازية والي طبعا بتنتهي بازى شهير جدا اسمه الموت احنا نتخيل ان هو ده الازى ولما حد بيحصل له هذا النوع من الازى احنا بنفضل نرسيه ونقول له معلش ونحزن جدا ونصنع له كده يعني رساء ونقول له معلش وربنا يعوضك ونتقلم جدا بينما اسألكم مرة تانية ايه اللي بيأذي الانسان او هل هذه الامور قادرة بالفعل انها تأذي صلاح الانسان الداخلي ممكن تجاوبوا علي هل هذه الامور الخارجية سواء الاتهاضات الفقدان الممتلكات الفقر حد اتعرض لزلم هل ده بالحقيقة يأذي صلاح الانسان الداخلي لا تقول لي معلش فصر لنا او فهمنا تقصد ايه بصلاح الانسان الداخلي افصرها لكم بمثل كده بسيط اللي يأذي صلاح الخير الخيل اللي يأذي صلاح الخيل الفرس اللي يأذيه هل مثلا لو الخيل ده محطوط له كده سرق معمولة من الدهب ومحطوط مثلا على رأسه تاج مرصع بالألماظ ولو محطوط على ظهره الغطاء يكون مصنوع من الحرير مغطين شعره بأغلى العطور هل الحاجات دي لو تشالت من الحصان تفقده صلاحه تقول لي يعني ايه صلاحه اصلا ايه صلاح الخيل اقول لك صلاح الخيل هو انه يكون قوي صلاح الخيل انه يكون بيعرف يجري بقوة صلاح الخيل انه يبقى عنده شجاعة واقدام لو دخل حرب ما يهربش يعرف ينقص صحبه هو ده فعلا الصلاح الخاص بالخيل اما الحاجات الاضافية اللي محطوطة عليه دي لو اتخدت ولا تأثر في الخيل طالما هو خيل قوي او فرص قوي ومتين وشجاع ومقدام فده اللي اقصده بصلاح الشيء طالما الحاجات اللي من بره دي حاجات لا تؤثر في جوهر صلاحه يبقى الحاجات دي هامشية جدا اسألك تاني اقولك بقى ايه صلاح الانسان ايه صلاح البشرية صلاح البشرية حقيقي حقيقي ما هياش في الخسائر او فقدان الخسائر ولا في الامراض ولا في التأثر بكلام الناس ولا في الموت ولو وفقتني في هذا الكلام المفروض انت النهاردة وانا ما نزعلش لو حصلنا حاجة شبيهة بهذه الكوارث او الازية الخارجية اما صلاح الانسان يكمن في استقامته صلاح الانسان يكمن في انه مرتبط بالمسيح ارتباط كلي صلاح الانسان يكمن في انه بينفز وصايا الله وطبعا شوف حتى الشيطان لا يستطيع انه يؤذيك طالما انت مصحصح لنفسك وطالما انت واخد بالك من حياتك الروحية وارتباطك بالمسيح لذلك حصلت قصة في العهد القديم مع واحد قاسة كم مقاسة غير طبيعي مين ايوب ايوب الشيطان عارف خدوا بالكم الشيطان عارف جدا وموقن تماما ان كل انواع الازية الخارجية دي المفروض ما تأثرش فينا بس هو ساعات يسرها ضدنا علشان يفقدنا ما هو اهم يفقدنا ايه يفقدنا صلاحنا الداخلي فيجي فيجي ايوب كده عشان هو عارف ان ايوب ده يوم ما هيتجرب بحاجة في مدياته او في اسرته قالك يمكن يكره ربنا وصلاحه ينتهي فيروح مجربه في الماديات مش عشان يفقره فاهم الشيطان طبعا الفقر ده ولا ليه لازمة قدام الابدية فيعمل ايه يروح يحاول يفقده ممتلكاته علشان ايوب بعد كده يجدف على ربنا يقول له انت خدت مني النعمة يجي الشيطان يحاول يضرب ايوب في جسده بمرض مرض واحد بامراض علشان ايوب يحبط ويتهد فيقول يا لاز بقى ما انا الوقت اللي كنت بروح في الكنيسة ده زمان انا مانيش في الكنيسة دلوقتي فالهدف مش انك تمرض الهدف انك تبعد عن المسيح وتبعد عن الكنيسة لما افقده اولاده لما الشيطان حاول ياخد نفوس اولاده بالفعل يعني طلب انه النفوس اولاده ربنا يكون بياخدهم مش علشان يعني يخلي ايوب يفقد نعمة الابوة ابدا ده علشان يخليه وحيد فيقوم يشعر بالوحدة فيقول انت فين يا رب مش كنت مديني عيال وعزة وحاجة زي كده فين الكلام ده كله مش بس كده ده افقده سمعته كمان كل الامور الخارجية دي اللي حصلت لأيوب عشان في النهاية يفقد رجاءه بربنا وينكر الايمان مش ابدا علشان يفقر ولا علشان يعني ما يبقاش عنده اولاد ولا علشان يمرض كل الحاجات دي الشيطان عارف انها مش هتقصر فينا وبالتالي كانت النتيجة اللي احنا عارفينها كلنا ان ايوب لم يؤذى محدش ازى ايوب حتى الشيطان معرفش ان يؤذيه على الرغم من كل هذه الازيه الخارجية وشوفه يقول حاجة جميلة جدا يقول ايه قد علمت انك تستطيع بيكلم ربنا يقوله قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك امر تستطيع ايه كل شيء ايه ده انت فقط كل شيء فربنا ايه اللي شفته يستطيع كل شيء في حياتك يعني لكن هو ده ايمان ايوب ويقوله بسمع الازن قد سمعت عنك ولكن الان رأتك عينية يعني ده زود ايمان ايوب مش اثر عليه بالسل درجة ان امراته قالت له قوله برضو انت اكيد تفتكروه او عارفينه قالت له ايه قالت له انت متمسك بعد بكمالك يا راجل قالت له يا حتى عارف قالت له يا راجل مجد ربنا وموت يعني 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 يطلب انك تموت احسن انت لسه متمسك بايمانك انفسنا لما تيجي الافكار دي علينا نقول كده تتكلمين كاحدة الجاهلات يعني انت بتتكلمي زي واحدة اللي ما تعرفش ربنا الخير نقبل من عند الله والشرنا نقبل ويقول لك تعليق في السفر يقول في كل هذا لم يخطئ ايوب بشفتين يعني النموذج الرائع ده ايوب اللي كابد الالام وتحمل هذه الالام واللي هي كانت او الازى اللي هي كانت مش من فعل شطان سوري مش من فعل انسان وانما من فعل الشطان رأسا يعني احنا ساعات الشطان يهيج علينا ناس تأذينا انما اللي حصل مع ايوب ان الشطان اللي مفيش في قلبه رحمة ولا حب ولا خير واللي مليان اسوأ وعداء وتعب وقلم وكل حاجة وحشة جرب ايوب مباشرة ومع كل هذا ايوب قال انا لم يصبني ضرر انا لم يصبني اذا فيحنا النهاردة المفروض نتعلم من هذا الشخص الجميل ايوب ومن كلمات النعمة اللي بنسمعها في الانجيل ان احنا النهاردة ما نخافش محدش يقول اصلا دول زلموني اصلا دول سرقوني اصلا انا جالي مرض اصلا انا تعبت اصلا اتظلمت متقولش كده ابدا ولو قلت كده ما تعتبرش ان دي ازية كل ما تتأذي من الخارج افتكر دايما ايوب وافتكر قديس النهاردة اللي اسمه ابونا ماكسي ده والقديسة اللي اسمها دابامون خد بالك صحيح ربنا مش هو اللي بيأزينا حاشا لكن الله في صلاحه ساعات يسمح لنا بهذا النوع من الازى يعني ساعات يسمح ربنا ان احنا نجرب في ممتلكتنا ساعات يسمح اننا نجرب في اجسامنا بس ده مش لانه هو اللي بيجيب الازى ابدا حاشا لكن لانه في خير معين ربنا شايفه هيحصل بسبب هذا الازى طيب زي مثلا ايه زي الانبابولة الانبابولة في واحد ازا مين خالو او اخوه ساعات البعض يقول كده والبعض يقول كده خالو ازا اخد الصروة اللي ورسها وقال له مالكش حاجة عندي يلا غور من هنا غرح فين بقى راح البرية وبقى اسمه منذ ذلك الحين بيسمع في الكنيسة من القرن ايه التالت الميلادي لم ينقطع اسم الانبابولة عن الكنيسة حتى هذه اللحظة مين تاني دانيال اللي اتعرض لازا وظلم من قبل الملك وساعتها تحط في جبل الاسود لكن ربنا بهذا الظلم اراد انه يتمجد اسمه والملك تمجد والملك مجد اسمه ربنا البابا شنودة ربنا ينيح نفسه لما تعرض للظلم اثناء رئيس الجمهورية سابقا في وقته يعني انا ذاك اتعرضوا للظلم ده خلى البابا شنودة يكتب في هذه المرحلة كتب عديدة وامور اخرى كمان فيها خير المؤامرة اللي اتعرض لها يوسف شوف المؤامرة اللي اتعرض لها يوسف ده اذا نفسي رهيب من اقرب الناس اليك الناس تكون بتظلمك او الناس تكون بتعمل ضدك مؤامرات شيء رهيب جدا بس كان يقصد بهذا الامر انه يوسف بعد كده يبقى هو الرجل الثاني في المملكة في مصر هنا ام الغلابة لو تسمعوا عنها اللي اتعرضت للظلم من جزهة وفضل يهنها طول ايام حياتها لحد ما هي اكتذبته للمسيح بعد كده لعازر كمان اللي اتعرض للقاذة في جسمه عارفين لعازر مين لعازر؟ لعازر والغني اللي حكى عنه الرب يسوع فلعازر اتعرض لمرض شديد جدا في جسمه ولكن كانت ايه النتيجة؟ كانت النتيجة انه وصل بسلام الى الراحة الابدية اما الغني يقول لك فكان يتعذب ويقول لابونا ابراهيم يا ابي ابراهيم ارسل لعازر علشان بس يبل طرف اصبعه بماء يبرد لساني لاني معذب في اللهيب امور كتيرة طبعا نجيبها كامثلة لكن احب اختم تاني وافكرك لا يستطيع احد ان يؤذيك ما لم تؤذي انت نفسك اوعى من فضلك كلنا اوعى نؤذي انفسنا باننا نفقر انفسنا ونبعد عن غنى المسيح اوعى حد فينا يفقر نفسه ويمرض روحه بكسرة الخطيئة تحس ان روحك كده مرضانة بسببك انك مخليها مهلهلة بالخطيئة اوعى تقطع ايدك وتأذي نفسك انك ما تديش الاخوة المحتاجين وانك ما ترفعش ايدك للصلاة اوعى تظلم نفسك بانك تبعدها عن النعمة والبركة واوعى تموت نفسك بانك تبعدها عن الكنيسة والافخارستية هو ده الازى الحقيقي اللي ممكن اي انسان يعمله لنفسه واخيرا افتكر قوله جولس الرسول اللي يقولك لاننا لم ندخل العالم بشيء وواضح اننا لن نقدر ان نخرج منه بشيء ونفتكر كلام المسيح لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كلايهما في جهنم ربنا يكون معانا ويعطينا دايما ان احنا ما نقزيش انفسنا ونتقبل كل الازى الخارجي بصدر رحب وبصلاة ان احنا نتحمل وناخد بركة الصلبان اللي ممكن تكون بتورد علينا من الخارج لالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين احنا نحن